بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعل مقتل المراهق نائل البالغ من العمر 17 عاما ذو الأصول الجزائرية احتجاجات واسعة في فرنسا للليلة الرابعة على التوالي لا سيامة في منطقة نانتير الواقعة إلى الغرب من العاصمة باريس حيث نشأ وبحسب الإعلام الفرنسي كان نائل طفلا وحيدا لوالدته وكان يعمل في توصيل طلبات البيتزا إلى جانب ممارسة رياضة الركبي وكان مشواره الدراسي تشوبه الفوضى بعض الشيء وكان اسمه مدرجا ضمن قوائم كلية في سرس غير بعيد عن محل إقامته حيث كان سيتلقى تدريبا ليصبح فني كهرباء وكان معدل حضور نائل في الكلية ضعيفا ولم يكن لديه سجل جنائي لكنه كان معروفا لدى الشرطة ويقول الذين عرفوا نائل أنه كان محبوبا في نانتر حيث عاش مع والدته مونيا فيما لم يكن يعرف والده على الإطلاق فيما يبدو بحسب ما أفادت تقارير صحفية فرنسية وذكر موقع ميديابارت الفرنسي أن نائل أعطى قبلة كبيرة لوالدته قبل ذهابها إلى العمل صباح يوم مقتله مودعا إياها بعبارة أحبك يا أمي ولم تكد دقات الساعة تعلن تمام التاسعة من صباح الثلاثاء حتى لقي نائل مصرعه برصاص في صدره أطلق عليه من مسافة قريبة بينما كان يقود سيارة مارسيدس في نقطة تفتيش مرورية وتتساءل أمه قائلة ماذا أنا فاعلة الآن لقد كرست حياتي كلها له لم أرزق بغيره ليس لدي عشر من الأبناء لقد كان حياتي وصديقي المفضل فيما قالت عنه جدته لوالدته إنه كان ولدا طيبا وعطوفا وشارك نائل على مدى السنوات الثلاث الماضية في فريق ذا بايترس لرياضة الروبي في نادي بانتير كما كان ضمن برنامج إدماج مخصص للمراهقين الذين يجدون صعوبات في التعليم ويستهدف البرنامج الذي تديره مؤسسة أوفال الخيرية توجيه المراهقين في المناطق المحرومة لتلقي تدريبات مهنية صناعية وكان نائل يتعلم لكي يصبح فني كهرباء ويقول جيف بيش رئيس مؤسسة أوفال استوتيا إن الصبي كان ذلك الولد الذي يستخدم رياضة الركب كوسيلة لكسب العيش ويضيف لصحيفة لو باريزيان كان من النوع الذي لا تنقصه الرغبة في الاندماج اجتماعيا ومهنيا ولم يكن من ذلك النوع الذي تستهوي المخدرات أو جرائم الأحداث وأثنى جيف بيش على طبيعة نائل كمراهق قائل إنها بعيدة كل البعد عن تلك الصورة المشوهة المرسومة له عبر منصات التواصل الاجتماعي ولم يتم إغفال معلومة أن عائلة نائل تنحدر من أصول جزائرية ومنذ عام 2021 حصل نائل على نحو خمس مخالفات تتعلق بالفحص المروري فيما يعرف باسم رفض التعاون والأسبوع الماضي أفاد التقارير بأن نائل خضع للاحتجاز بسبب رفضه التعاون مع عناصر الشرطة المرورية وكان مقررا أن يظهر في محكمة للقاصرين في أيلول سبتمبر المقبل وفي تعليق قال زعيم الحزب الاشتراكي أولفي فور رفض التوقف لا يعطيك رخصة لكي تقتل كل أبناء الجمهورية لهم حق في العدالة وقد أجبر مقتله الرئيس الفرنسي إلى قطع مشاركته في قمة أوروبية في بروكسل ما أسفر عن أعمال عنف واشتباكات بين مواطنين والشرطة في باريس ومدن أخرى يترأس ماكرون اجتماع خلية الأزمة الوزارية التي تبحث التطورات الأخيرة في البلاد واستمرار الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي وقالت رئيسة الوزراء اليازي بسبورن أن الحكومة تدرس كل الاحتمالات لدى سؤالها عن إمكانية فرض حالة الطوارئ بحسب فرنسي بريس ودانت بورون معتبرتها أفعالا غير مقبولة في إشارة إلى أعمال العنف وقتل شرطي يوم الثلاثاء مراهق يدعى نائل 17 عاما بعد رفضه التوقف خلال عملية تدقيق مرور في نانتر قرب العاصمة الفرنسية وليس بعيدا عن مقتل الشاب نائل فقد ألقت الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية القبض على كريستوف جالتي مدرب باريس سان جيرمن ونجله بتهم التمييز والإساءة إلى الدين الإسلامي حسب المدعي العام للمدينة فيما طعن محاميه في الاتهامات الموجهة إليه وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه جار توقيف جالتيه ونجله على خلفية رسالة إلكترونية سربها راديو منتو كارلو عبر برنامج لفترفوت في أبريل نيسان الماضي كان المدير الرياضي لنادي نيس جوليان قد أرسلها إلى الشركة المالكة للنادي في عام 2021 حيث كان جالتيه مدربا للفريق الأول حينها وكشفت الرسالة المزعومة أن جالتيه كان ممتعضا من وجود اللاعبين المسلمين وأصحاب البشر السمراء في الفريق وقال لفورنيه لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق وأضاف فورنيه أن فوليك نجل جالتيه والذي يتولى مهمة إدارة أعماله أخبره بأن والده بنى فريقا من الحثالة وعندما طلب منه التوضيح قال لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يكون في المسجد ظهر يوم الجمعة وقال فورنيه في رسالة إلكترونية أيضا أن جالتيه كان يسعى إلى تقليل عدد اللاعبين المسلمين إلى أقصى حد ممكن والاستغناء عن جان كيلير ويوسف عطال وهوشام بوادي وأمين جويري وميرو لمينكا مشيرا إلى رفضه التعاقد مع التركي أوزان كاباك لأنه مسلم وفي رده على تلك الاتهامات قال جالتيه في مؤتمر صحفي لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نسبت إليه والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعمق إنسانياتي كما أكد محام المدرب في بيان أن موكله يطعن بحزم في الاتهامات الموجهة إليه تابعنا معكم هذه الحملة على الإسلام والمسلمين والمستهدفة للعرب في فرنسا وكان أبرزها مقتل هذا المراهق نائل والذي أشعل فتيل الاحتجاجات في فرنسا والسؤال هنا متى تتوقف هذه العنصرية ومتى يتوقف هذا التمييز ضد المسلمين هناك في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر